دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطع غزة يومه الثامن وهو الأطول منذ بدء العدوان الإسرائيلية على القطاع من جهته أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيهاب صبيح أوضح أن الاتصالات منقطعة بشكل كامل وسط وجنوب قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وما خلفه من ضمار هائل فيما تعمل الخدمات بشكل جزئي في مناطق الشمال